عاجل، انخفاض سعر صرف الدولار إلى 149 ألف مع إغلاق البورصة شهدت البورصات العراقية اليوم الاثنين، الخامس عشر من تموز 2024، إغلاقاً على انخفاض مقارنة بأسعار الافتتاح وأسعار يوم أمس حيث بلغ سعر الدولار في بورصات بغداد بين 149 ألف دينار عراقي أو أقل، مقارنة بأسعار الأمس التي تجاوزت 149 ألف ومئتي دينار عراقي لكل مئة دولار تأثرت البورصات العراقية بعوامل متعددة أدت إلى تذبذب أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي ويمكن تلخيص أداء البورصات في المدن الرئيسية على النحو التالي شهدت بورصات بغداد تبايناً في الأسعار، حيث سجلت بورصة الكفاح 149 ألف دينار عراقي لكل مئة دولار بينما سجلت بورصة الحارثية 148 ألف وتسعمائة وخمسين دينار عراقي بلغ سعر الدولار في بورصة أربيل 149 ألف ومئتي دينار عراقي لكل مئة دولار سجلت بورصة البصرة 148 ألف وتسعمائة دينار عراقي لكل مئة دولار بلغ سعر الدولار في بورصة النجف 149 ألف دينار عراقي لكل مئة دولار سجلت بورصة الموصل 149 ألف وثلاثمائة دينار عراقي لكل مئة دولار بلغ سعر الدولار في بورصة كاركوك 149 ألف وثلاثمائة دينار عراقي لكل مئة دولار سجلت بورصة السليمانية 149 ألف وثلاثمائة دينار عراقي لكل مئة دولار تتأثر أسعار الصرف في العراق بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة منها أولا السياسات النقدية تؤثر السياسات النقدية التي يتبنها البنك المركزي العراقي بشكل كبير على أسعار الصرف على سبيل المثال قد يؤدي تعديل سعر الفائدة إلى تغيرات في تدفقات رأس المال وبالتالي في أسعار الصرف ثانيا العرض والطلب يتأثر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي قد يؤدي زيادة الطلب على الدولار إلى ارتفاع سعره مقابل الدينار ثالثا الوضع السياسي يؤثر الاستقرار السياسي في العراق على الثقة في الاقتصاد المحلي مما ينعكس على أسعار الصرف الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى تراجع قيمة الدينار رابعاً أسعار النفط باعتبار العراق أحد أكبر منتجي النفط في العالم فإن أسعار النفط العالمية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي وبالتالي على قيمة الدينار وفقاً للخبراء الاقتصاديين هناك توقعات بأن يواصل الدينار العراقي تذبذبه مقابل الدولار في المستقبل القريب بسبب العوامل التالية أولاً التضخم إذا استمر معدل التضخم في الارتفاع فقد يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة الدينار ثانياً التوترات السياسية أي تصعيد في التوترات السياسية أو الأمنية قد يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ثالثاً التغيرات في أسعار النفط قد تؤدي التقلبات في أسعار النفط العالمية إلى تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العراقي وبالتالي على قيمة الدينار يتأثر المواطنون العراقيون بشكل مباشر بانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة يمكن تلخيص التأثيرات كما يلي أولاً زيادة تكلفة المعيشة يؤدي ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى زيادة تكلفة المعيشة للمواطنين ثانياً تراجع القدرة الشرائية ينخفض دخل المواطنين بالقيمة الفعلية مما يؤدي إلى تراجع قدرتهم الشرائية ثالثاً تأثيرات اجتماعية قد يؤدي ارتفاع تكلفة المعيشة إلى زيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر العراقية يظل الاقتصاد العراقي معرضاً لتحديات متعددة تؤثر على أسعار الصرف واستقرار الدينار مقابل الدولار يتطلب التعامل مع هذه التحديات اتخاذ سياسات اقتصادية متوازنة وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة لمواجهة التقلبات الاقتصادية